نروح لمؤسسة الأهرام الصحفية العريقة والتي أعلنت إطلاق مشروع أول بوابة رقمية في المؤسسات الصحفية القومية وده ضمن خطة شاملة للهيئة الوطنية للصحافة لتطوير المؤسسات القومية بما يتناسب مع متطلبات العصر خلينا نروح نشوف التطوير بيحصل إزاي في التقرير اللي جاي بحضور عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام وكرم جابر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعدد من الصحفيين والإعلاميين نظمت مؤسسة الأهرام مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إطلاق بوابة الأهرام في سوبها الجديد بعد إجراء بعض التعديلات عليها وانتقالها إلى منظومة التحول الرقمي نحن النهاردة بنطلق المنصة الإلكترونية الأهم في العالم العربي هتبقى أطخم منصة على غرار الواشنطن بوست ونيورك تايمز والجارديان والمنصات الإلكترونية القوية إن شاء الله ده بداية الإعلان عنها خلال منتصف يناير هيتم إطلاقها في إطار خطة الأهرام اللي هي زي نطور مؤسسة الأهرام ونحولها إلى مؤسسة إعلامية زكية متكملة بحلول عشرين خمسة عشرين اللي هي قائمة على فكرة أنها يبقى عندي الجورنال الورقي وعندي الجورنال الإلكتروني وعندي قناة التلفزيون وعندي قناة الراديو شغالين في ده شغالين كويس ومننوع مصادر التمويل بشكل كويس فإحنا شغالين على المشروع ده بقى حوالي ست شهور النهاردة أعلننا لأن هذا المشروع بقى بالفعل هذه المنصة الكبيرة بقت موجودة أونلاين وعرضناها على الناس عشان ما يبقاش مجرد كلام ولكن بيبقى في فعلهم الأمر الثاني إن دي بداية إحنا بدأنا بموديل الأهرام عشان تبقى موديل عندهم الإمكانيات بعد كده هينتقل هذا التحديث والتصوير لسائر المؤسسات الصحفية القومية تعتمد بوابة الأهرام الإلكترونية إسلوب الذكاء الإصطناعي والإعلانات الرقمية وتشمل كذلك النشر متعددة الوسائط إلى جانب إنشاء غرفة أخبار مركزية لكل الأقسام تعمل على مدار اليوم وتستوب أعدادا كبيرة من الصحفيين والقيادات في المنصة الجديدة دي طبعا هتعتبر أول منصة على مستوى الشرق الأوسط بتقدم خدمات متكاملة ولأول مرة الأهرام بيبقى بكل إصداراته بكل مراكز البحث العلمي اللي فيه بكل مراكز الدراسات بخبراء وبكتاب بالصحفين بتوعه يد واحدة لتقديم خدمات مميزة وعميقة في كافة التخصصات الهدف الأساسي للبوابة هو توسيع الانتشار وتحقيق عائد مادي عن طريق متابعة أكثر من 18 مليون متابع في مختلف أنحاء العالم وتقديم خدمات مميزة لهم مثل كنوز الأهرام عن طريق عرض أهم ما تمتلكه المؤسسة من كنوز نادرة إلى جانب راديو وتلفزيون الأهرام بالإضافة إلى جزء متكامل لعرض وإنتاج الأفلام الوسائقية عن أهم الأحداث والشخصيات التاريخية اعتمادا على الأرشيف الضخم الموجود بصرح الأهرام العريق محمد عصام MBC مصر